تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلسلة أكبر خسائر الفرق الكبرى اللي بتجيكم مني محمد عوال عبر قناة سيلفي سبورت الأكتر تنوعا من حيث أفكار وأشكال المحتوى وعشان هيك دائما بدعوكم تشتركوا فيها اليوم منتوقف مع بايرم يونيخ العملاق الألماني المرعب أهم نادي في بلاده بالتأكيد وأحد أعظم الأندية في تاريخ كورة القدم ولكن في سلسلتنا هذه منعرف أنه مهما كنت كبير بيجيك يوم سيئ وهذا ما حصل مع بايرم يونيخ في 9 أكتوبر 1976 الجو لتسعة من الدور الألماني لما سقط بحضور جيلو الذهبي بسبعة سفر أمام شالكة تخيلوا بيكنباور سيب ماير جارد مولر ورومينيغا أكلوا سبعة في ملعبهم أمام 49 ألف متفرج باذاري لمستوى أن البعض بيعتبر تلك المباراة أهم إنجاز في تاريخ شالكة كله رغم أنه حقق ألقاب أخرى فما زالت هي أكبر خسارة لبايرم في ملعب وأكبر خسارة لبايرم في كافة البطولات وأكبر خسارة لبايرم في الدور الألماني يعني شالكة منفرد تاريخيا بإسقاط بايرم إسقاط كامل في مباراة واحدة هذه النتيجة أثرت على بايرم في ذلك الموسم فحتل المركز السابع في نهاية الدوري أما أوروبيا فتجي الحديث جميعا شاهد أكبر خسارتين لبايرم الأولى 4-0 في لقاء الذهاب في دور الثمانية من دور أبطال أوروبا 2008-2009 كانت أمام برشلونا اللي ذهب وحقق سوداسية في ذلك الموسم لا تنسى بقيادة بيبي جوارديولا لكن وبقيادة بيبي جوارديولا نفسه سقط بايرم يونيخ أكبر خسارة أوروبية في ملعبه بتاريخه بس هالمرة كان جوارديولا مدربه مش مدرب ضده أمام ريال مدريد في موسم 2013-2014 بعدما ريال مدريد فاز ذهابا في نصف نهاية دور الأبطال هدف مقابل لا شيء خرجت تصريحات شهيرة ترجمت بشكل خاطئ ربما حول العالم لما توعدت إدارة بايرم بإحراق ملعب الأليونز أرينا للعودة بالنتيجة لكن اللي حصل قفز سيرجو راموس مرتين في الشوت الأول قضت تماما على تركيز بايرم يونيخ فانتهى اللقاء بفوز ريال مدريد أربعة مقابل لا شيء في ميونيخ وهذه أكبر خسارة لبايرم يونيخ في ملعبه في تاريخ أوروبا كلها بنوصل هنا لنهاية حلقة بايرم يونيخ ودائما نخليكم معنا عشان في حلقات إضافية إن شاء الله عن باقي الفرق الكبرى في أوروبا اشتركوا بقناة سيرفيس مورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة